موسيقى رئيس الزراء يدعو إلى دعم الجيش للتصدي لتهور جبهة تحرير تقرأي وزارة الخارجية الإثيوبية ترفض قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في أقليم إثقرائي موسيقى أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في نشرة الأخبار وقدمها لكم كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أدس أبابا أقامت رئيسة الجمهورية سهل ورق زود حفلة توديع في القصر الوطني الكبير لوفد إثيوبيا الرياضي المتجه إلى الأولمبياد توكيو وقامت الرئيسة بتسليم العالم الإثيوبي لممثلي الوفد الأولمبي الإثيوبي ودعت الرئيسة سهل ورق الرياضيين إلى الاقتداء بالرياضيين الإثيوبيين الأسطوريين الذين صنعوا تاريخا لا ينسى في الأولمبياد مثل أبابا بكيلة ورياضيين آخرين في بيان صحفي أدلا بي مكتب رئيس الوزراء بشأن الأوضاع الراهنة فإن الحكومة الإثيوبيا قد أظهرت موقفها الأخير للمجتمع الدولي من خلال وقف إطلاق النار من أجل منع المزيد من الصراع بهدف إنساني وتوفير المساعدات الإنسانية رغم أننا نعلم أن السلام سيكلفنا كثيرا وأشار البيان إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شكلها الحالي لا يمكنها أن تعيش بدون صراعات وتدفع الأطفال والشباب إلى الحرب بقوة المخدرات إلا أن قوات الدفاع عليها التزام أخلاقي بإنقاذ هؤلاء المجندين من الأطفال وأوضح البيان بأن المجلس العسكري في الجبهة أثبت من خلال تصرفاته أنه العدو الأكبر لتوبيا وأكد البيان أن الحكومة تعمل على تسليل وصول المساعدات الإنسانية في وقت تواجه فيه هجوم الأعداء الخارجي والداخلي وحسب البيان فإن المجلس العسكري عقب حملة إنفاذ القانون اختبأ في الكهوف وكان يتحدث عن تجويع شعب تيغراي بينما تخلى في الوقت الحالي عن القضايا الإنسانية وفتح الهجوم في كل الجبهات مستغلا وقف إطلاق النار ورغم ذلك لم يرقى أي تنديد من قبل المجتمع الدولي وحيث اختار المجتمع الدولي الصمت حتى عندما يجند الأطفال ودع البيان المجتمع الإيثيوبي إلى توخي الحذر من المعلومات الكاذبة والدعاية المعادية وتقديم الدعم للجيش الإيثيوبي رفضت إيثيوبيا قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في إقليم تيغراي وفي بيان صحفي لوزارة الخارجية الإيثيوبية فإن حكومة إيثيوبيا تدعو إلى سحب القرار على أساس أنه أولا سابق لأواني وتاني أنه يتدخل ويكوض نزهة التحقيقات المشتركة الجارية وأوضحت الحكومة قضيتها أمام المجلس وطالبت بأن يأخذ التحقيق مجراء ودعت الهيئة المؤكرة إلى توفير الوقت والمساحة اللازمين لاستكمال التحقيقات حسب ما ذكرته وزارة الخارجية وأكدت الوزارة في بيانها على أن المشاركة البناءة بدل القرار المتسرع من قبل المجلس كان سيساهم في إنجاح الجهود الجارية التي تبدلها البلاد وعلنت الوزارة أن المتورطين في ارتكاب جرائم سيقدمون إلى العدالة ويعاقبون إلى أقصى حد يسمح به القانون وتؤكد حكومة إيثوبيا مرة أخرى التزامها بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان قال العقيد جيتنا تادانا مدير العلاقات العامة في الجيش الإيثوبي إن قوات الدفاع في وضع يمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة فأولى استلام الأمر وقال إننا نعرف بالضبط متى وماذا نفعل وضف العقيد قائلا إنهما لا يدركه بعض مرويجي الشائعات لا يقتصر على وقف إطلاق النار على الطلاقات والمدافع بل يتضمن تجنب الملاسنات والحرب الكلامية أيضا وقال العقيد جيتنات إننا لن نتحدث عن شائعات تنشرها وسائل الإعلام العالمية وامتنعنا عن قول الكثير حتى لا نتصرف بما يخالف إعلان وقف إطلاق النار ووفقا للعقيد فإن الجيش يعرف أين يذهب وماذا يفعل وأنه في كل مرة يتم فيها نشر معلومات خاطئة ليس من الضروري الرد وقال العقيد إذا تفاقمت المشاكل فقد يكون هناك إجراء يتم اتخاذه بعد قرار الحكومة وقال بالرغم من المعلومات المضللة يجب أن نكون منضبطين بعدم نشر الشائعات قالت حكومة إقليم الأمهرة في بيان لها يوم عمسين الثلاثاء إن جبهة تحرير تقرأي المصنفة إرهابيا من قبل البرلمان الإثوبي اشتغلت إعلان وقف إطلاق النار الأحادي من الحكومة الفيدرالية لشن هجمات ضد الشعب الإثوبي وإقليم الأمهرة وأوضحت حكومة إقليم الأمهرة في بيانها أن الحكومة والشعب الإثوبيين يدركان بوضوح أن إقليم الأمهرة وشعبه هم خط الضحايا الأول لهجمات هذه المجموعة الإرهابية في إشارة منه إلى جبهة تحرير تقرأي وأضاف أن جبهة تحرير تقرأي الإرهابية تقوم بعمليات توغل واجمات واسعة النطاق في جميع الاتجاهات على الحدود مع إقليم أمهرة ودعت حكومة الإقليم الشركاء إلى محاربة العدو المشترك والتأكيد على أن كفاحهم هو من أجل حماية شعبهم وسيادة بلادهم وأشهد بيان حكومة إقليم الأمهرة بجهود قوات الدفاع الوطني وجهاز الأمن والشرطة والقوات الخاصة بالإقليم والذين يعملون لحماية البلاد ودعت حكومة إقليم الأمهرة في بيانها الشعب الأيثوبي إلى بذل قصار جهدي لدعم إنفاذ القانون كما حتت جميع الشباب وأفراد جهاز الأمن والجيش المتقاعدين إلى الانضمام إلى العملية الدفاعية من أجل حماية سيادة البلاد صادقت إدارة مدينة أدس أبابا على ميزانية السنة المالية الجديدة وقدرها سبعين مليار وستمائة وسبعين مليون بر وأقد مجلس النواب أدس أبابا اجتماعا أجر خلاله نقاشا حول الموازنة العامة والرأس المالية وتم تخصيص ما مجموحه سبعين مليار وستمائة وسبعين مليون ومئتين وستة عشر ألفا وثمانية وعشرين بر لمجلس مدينة أدس أبابا للحفاظ على النمو الاقتصادي للمدينة وضمان الوصول العادل لسكانها مقارنة بميزانية السنة المالية المنصرمة والتي شهدت موازنة هذه السنة زيادة بمقدار 9 مليار بر أو 15% وتم تخصيص الميزانية بناء على التوجهات والأهداف الاستراتيجية للخطة العشرية لإدارة المدينة وتركز خطة المدينة في السنة المالية الجديدة لتطوير قطاع البناء وقطاع المياه والصرف الصحي والطرق والتعديم وقطاع التنمية الخضراء كما تم تخصيص ميزانية كبيرة لقطاع الصحة وتطوير الإسكان اشتركوا في القناة أعلنت الحكومة الإثوبية وقف إطلاق النار في إقليم تجراي من جانب واحد بهدف إنساني والسماح للمزارعين لمزاولة أعمالهم الزراعية في موسم الأمطار الحالي وإطاء فترة تفكير لسكان المنطقة ورغم ذلك كله ما زالت الهجمات من قبل جبهة تحرير تجراي مستمرة وقال لما يرد سياسي لتوبي في مقابلة نشرها القسم الإنجليزي بهئة الإضاعة والتلفزيور لتوبي إن جبهة تحرير تجراي كما هو معلوم لدى الجميع لا يولي أي اهتمام لشعب تجراي ولا يسمح لهم بممارسة أعمالهم الزراعية في موسم الحصاد الحالي مشيرا إلى أن الجبهة تعمل على إشعال الحروب في كل الجبهات لأنها تعتقد بأنها تتلقى دعما من المجتمع الدولي وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وضف لمايو إلى أن إيثوبيا يجب أن تعمل ديبلوماسيا لقطع المساعدات الديبلوماسية التي تتلقاها الجبهة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية تحدثت بعض القيادات السياسية والسياسيون عن الانتخابات الوطنية العامة السادسة والتي جرت قبل أيام معتبرينها انتخابات تمت في جو هادئ ومستكر وبهذا الخصوص تحدث كل من نائب رئيس جبهة تحرير أوروميا قال في ليلة ماريسا ورئيس جبهة تحرير أوروميا السابق والمرشح المستقل لبرلمان ولاية أوروميا قال جالاسا ديليبو عن أهمية هذه الانتخابات ورغبة الشعب فيها لتأسيس نظام ديمقراطي جديد نحن كجبهة تحرير أوروميا لم نتمكن من المشاركة في الانتخابات الوطنية السادسة بسبب الخلافات الداخلية وبعد العوامل الخارجية وكانت عندنا رغبة في المشاركة في هذه الانتخابات السادسة على مستوى إقليم أوروميا ولكن لسوء الحظ فوتنا الفرصة بسبب المشاكل المذكورة آنفا وعموما كانت الانتخابات انتخابات تمت في أجواء حادئة وسلمية من جانبه قال السيد جالاسا ديليبو عن الانتخابات الوطنية السادسة كانت انتخابات مفتوحة شارك فيها الشعب الليثوبي وصوت الاختيار من يمثله فيها وفق رأيي الشخصي عندما نقارن بين الانتخابات الوطنية السادسة والانتخابات الوطنية الخمس الماضية أرى أن الأخير أحسن عندما أقول أحسن أعني من حيث تدخل الحكومة حيث كانت الانتخابات السابقة تعاني من التدخل الحكومي الذي يسل أحيانا إلى حد ممارسة العنف وتزوير أصوات الناخبين ولكن حاليا الأمور مختلفة حيث يسمح للأحزاب السياسية المعارضة رفع خروقات تحدث وأثناء الانتخابات إلى الجهة المعنية بالأمر نقدم لكم برنامجا خاصا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ونقول لكم كل عام وأنتم بخير أدور على واحد ماسك موية ويمكن جلست أكثر من ثلاث ساعة وأنا دور على الماسك موية وحصلت العيد في البيت الهراري ترقبونا قريبا في عيد الأضحى المبارك جرت مناقشات حول وضع الإيثوبيين الذين يرغبون في العودة إلى البلاد من السودان وقال سفير إيثوبيا لدى السودان بلتال أمرو إن السفارة تجري مباحثات مع مدير إدارة الحدود الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية السودانية وناقش معه خلال الاجتماع سبل العمل المشترك لحل بعض المشاكل التي يواجهها العيدون من السودان كما تم تبادل المعلومات حول الاتجار بالبشر والعمل معا لمحاربة هذه الظاهرة ومساعدة ضحايا تهريب الأشخاص في العودة إلى أوطانهم في أقرب وقت ممكن وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مكتب المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية فقد تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر حول العلاقات التاريخية والأخوية بين إيثوبيا والسودان تم إرسال معدات طبية لمكافحة فيروس الكورونا في إيثوبيا من قبل السفارة الإيثوبية لدى الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما نشره سفير إيثوبيا لدى أمريكا فوتسو ماركا وتم جمع المعدات من تبرعات المغتربين الإيثوبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وشكر السفير المتبرعين من أعضاء الجالية الإيثوبية وطاقم الخطوط الجوية الإيثوبية على هذا التبرع ونقل وتسليم المعدات الطبية في ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا لأبرز العنوين رئيس الوزراء يدعو إلى دعم الجيش للتصدي لتهور جبهة تحرير تقرأي وزارة الخارجية الإيثوبية ترفض قرار الاتحاد الأوروبي بجأن حقوق الإنسان في أقليم تقرأي بهذا القدر نصل وياكم إلى ختام هذه النشرة نرجو لكم أطيب الأوقات